اشتركوا في القناة نتحدث فيها نحكي عن الفحوصات وغيرها من التفاصيل مع ذلك اللي بساعدنا أرحب فيه الدكتور محمود أرزي قاتل ستشارع الوراثة الجزائية وعلم الجينات صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك سيد صباح جميع المشاهدين شكرا على الاستضافة والاهتمام دكتور نتحدث أولا ما هو أو بننعرف ما هو علم الوراثة أو الجينات هو مصطلح منتشر نحكي علميا بين الناس لكن ما هو تفسير دكتور يعني بلا شك يعني بالفترة الأخيرة صرنا يعني بحكي أنا على طبقة الناس صرنا كثير نسمع علم الوراثة والجينات هو عبارة عن أو يعني إذا بدنا نحكي عن الدينة أو المادة الوراثية هي أساس كل مخلوق سواء كان بشر أو حيوانات أو بكتيريا أو فيروسات التقدم في العلم في هذا المجال أعتح أن الفرصة لأنه ندرس هذه المادة واكتشفنا أنه هذه المادة هي عبارة عن تركيب من القواعد النيتروجيني وهي تعتبر ككودات مسؤولة عن التحكم بالوظائف الحيوي للخلايا في أي مخلوق فمن خلال دراسة هذه المادة الوراثية ومقارنة ناس عندهم أو بعانهم من مشاكل صحية معينة ومقارنتهم مع ناس طبيعيين تمام لقينا هناك في اختلافات على مستوى المادة الوراثية الأمر الذي خل العلماء أنه ينتبه على أنه قد تكون مسببات الأمراض بشكل عام هي نتيجة تغيرات على مستوى المادة الوراثية فهذا بساعدنا كثير في عملية تشخيص الأمراض وأيضا عمليات الحب من انتشار الأمراض وأيضا فهم أكبر للأمراض الوراثية خصوصا أنه في كثير من الأمراض قد تكون من ناحية الأعراض تتشابه فالطبيب يعني بيوقف حائر مرات لأنه بيكون شايف أعراض معينة ممكن بيبالش ببروتوكول علاجي معين ولكن المريض ما بيستفيد فبالتالي بنطلب الفحوصات الوراثية من خلال الفحوصات الوراثية نحن ممكن نفرق بين هذه الأمراض بغض النظر عن الأعراض تبعيتها دكتور يعني بموضوع المألوراثة والجينات أشياء أهم من نحكي الأمراض الوراثية المنتشرة في فلسطيني في المجتمع الفلسطيني دكتور نتحدث عنها أو نضع الخطوط العريضة تحتها دكتور نعم يعني من خلال مجال العملي في وزارة الصحة وأيضا في مختبرات جنوم صرنا نشوف كثير حالات وصار يجينا كثير طلبات على هذه الفحوصات من الأطباء تمام بلا شك يعني في هناك نسبة عالية جدا جدا من الأمراض اللي مصحبه مع ولادة الأطفال اللي بتخص نمو الأطفال وبتخص الجهاز العصبي تحديدا والمربوط في العضلات هذا بيأثر يعني فيه له كثير تأثيرات ممكن أصلا البيبي ينولد تمام بشكل غير صحي النموه بيكون بطيء جدا شكله وشكل أعضائه أو التركيبة الإدامة حتى عقليا أو تهنيا دكتور طبعا طبعا وإله برضو كمان تداعيات في المستقبل أنه بيكون في عنده صعوبة بالتعلم وصعوبة بالإدراك عادة يعني فيه من يعني 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 هاي الأمراض فيه لها عدة أنواع يعني وتتقسم لها عدة أقسام فيه منهم للأسف يعني أطفال بيتوفوا بالمستشفى يعني وفيه منهم بعيشوا فترات بعدين توفوا فيه منهم بعيشوا فترة طويلة ولكن بظلهم كأنهم بيبيات يعني إحنا بنشوف بنشوف أطفال عمرهم عشر سنين ولكن هو بتطلع عليه أنت بتفكري ست شهور ولا ثمان شهور هذا من أحد الأمراض يعني المنتشرة كثيرة وصرنا عم بنشوفها وأيضا فيه هناك الأمراض اللي بتخص زي حمى البحر الأبيض المتوسط الآن برضو كمان صرنا نلاحظ الألفة ثلاثيمة مع أنه يعني ما كانت شي كثير منتشرة الألفة ثلاثيمة برضو كمان سجلنا أكم حالي البيتة ثلاثيمة يعني صار في عليها شوية كنترول من الوزارة لأنه صار الفحص إجباري قبل عقد الزواج لكن فيه هناك تنوع كبير وصرنا عم بنلاحظ فيه هناك انتشار واسع للأمراض الوراثية موجود يعني دكتور دائما منحس أو من الأفكار الخاطئة والنمطية بين الناس أنه أي مرض ويراتي فعلياً له علاقة بصلة القرابة هل هي المعلومة صحيحة؟ يعني حتى أي زوجين زي كأنهم حتى في حصة الثلاثيم يمكن نحكي أنه أصبح غير كافي ضروري أن نعمل فحصات ما قبل الزواج أشياء أخرى ممكن تكشف عن أمراض الوراثية لكن زي كأنهم خلاص بيقتصروا الموضوع أنه فقط على زواج الأقارب فهل هاي الأمراض العلاقة فقط بالأقارب؟ وللأ ممكن تكون موجودة بين أشخاص غريبين نعم يعني بلا شك يعني أنت أثرتي نقطة جداً مهمة صحيح يعني زواج الأقارب بلعب الدور الأكبر في انتشار الأمراض الوراثية يلعب الدور الأكبر ويعني ويفضل أنه إحنا نبعد أو إحنا نقلل من هذه الظاهرة اللي موجودة بفلسطين ولكن هذا لا يعني أنه الأمراض الوراثية فقط محصورة بين الأقارب في كثير حالات شفناها صدفة بيكونوا الزوجين كل واحد من بلده وما فيش بناتهم أي صلة قرابة ولكن بتيجي الفرصة أنهم بيحملوا نفس المرض الجدير بذكروا أنه يعني البني آدم الطبيعي يحتوي على الألاف من التفارات الوراثية في منها المعروف تعثيرها وفي منها المش معروف تعثيرها وفي منها اللي أثبتت الأبحاث أنه ملهاش دور ولكن على الأقل على الأقل البني آدم الطبيعي يحمل على الأقل أربعين طفرة وراثية بتعمل مرض بتعمل مرض هلأ بتيجي بين الخطورة إذا إحنا تزواجنا بالصدفة سواء كان قريب أو بعيد إذا إحنا تزواجنا بالصدفة حدا حامل نفس هذه الطفرة أو طفرة مختلفة عنها لنفس الجين في هناك فرصة أو زيادة خطورة أنه نجيب أطفال يكونوا بيعانوا من حالة صحية معينة لذلك يعني الفحص الوراثي برضو كمان يعني ما بينطلب بشكل عشوائي لازم يكون في هناك يعني انديكيترز أو في هناك مؤشرات طبعا يعني المؤشرات هاي اللي بحددها الطبيب يعني صراحة يعني الفحوصات الوراثية أو أي فحوصات طبية لازم تيجي من خلال الطبيب مش من خلال الشخص نفسه أو حتى لو يعني الشخص نفسه هو حبيب يعمل هاي الأشياء أنا بفضل إنه هو يتوجه لطبيب أولا الطبيب لأنه ليش؟ إحنا يعني يوم ما نعمل فحوصات براثية شاملة إحنا بنشوف كثير أشياء تمام؟ يعني بتكون من الأخلاقيات المهنة إنه إحنا نحكي للمريض عن أشياء هو بيغيني عنها لأنه هذا يتراكم عليها ويترتب عليها عواقب نفسية عواقب مالية أشياء ممكن أنه تخليه أصلا يخاف من فكرة الزواج وتكوين أسرة علشان هيك لازم يكون فيه طبيب انفولفت في الموضوع الطبيب هذا بيأخذ التاريخ الطبي للمريض أو للشخص والعائلة بشكل عام وبعدها هو بينصحوا إنه آه نعملناك الفحوصات الوراثية وكمان غير هيك إنه إحنا ممكن نركز على جانب معين في الفحوصات الوراثية مش على كل شيء يعني مثلا عائلة عندهم مثلا مرض بيصيب الأعصاب مثلا فبتكون الفحوصات لها علاقة دكتور بالجينات لها علاقة بالأعصاب طبعا طبعا يعني يحبذ ذلك لأن فعليا دكتور حسن ما بعرف إنه الجينات هو عالم كبير عالم كبير دكتور نتحدث عن أهمية في حال يعني في سؤال دائما بنسأل أنه طبعا أنا عرفت إنه في مرض الوراثية أنا رحت عملت كل هاي الفحوصات في ناس تسمع ممكن تسمعها وجهة رأس فهل هناك نتيجة من هاي الفحوصات هل ممكن إنه حنا نقضي على هاي الأمراض الوراثية هل ممكن إنه حنا نحن أطفالنا من هاي الأمراض الوراثية ممكن تأثر على حياتهم على حتى استمرارية وجودهم على قدرتهم العقلية على إنهم يعيشوا حياتهم بطريقة طبيعية فهل هناك نحكي فائدة من هاي الفحوصات هل ممكن لك دخل طبي ممكن إحنا نحمي فيه طفلنا طبعا طبعا يعني شوف يعني إحنا هنا يعني بتساعدنا الفحوصات الوراثية في شقين الشق الأول يعني للطفل المريض أو الشخص المريض إحنا بنساعد الطبيب وبنساعد المريض في الوقوف على سبب الحقيقي للأعراض البعاني منها فبالتالي الطبيب بيتخذ الإجراءات الصحيحة اللي خاصة بهذا المرض ممكن أنه يكون علاج أو ممكن أنه يكون هو وسيلي أو لايف ستايل معين يعيشه المريض بحيث أنه المرض ما يتفاقم عنده تمام هذا الشق الأول الشق الأخر الآن الآن وهذا إحنا بنعمله بمختبرات جينوم تمام إحنا أول مختبر متخصص مش بس إحنا بنشخص للمريض ونحكي له أوكي إنت عندك مرض وراثي وبعدين الطبيب بعلجه لا للأجيال القادمة للحمل الجاي لهذه العيلة إحنا بنساعدهم بتقنياتنا المتوفرة بعدم انتقال هذا المرض من الأباء إلى الأبناء وذلك بمساعدة الأطباء ومساعدة مراكس الزراعة بنوجه الكابل على مركز الزراعة وبعملوا إخصاب خارج الرحم هاي البويضات بعض الإخصاب بتصير أجني إحنا بنقوم بعملية فحص وراثي لهاي الأجني وهي لسه خلايا بيكون عندنا تصور تام أو البصمة الوراثية لهذا الجنين وبنختار الأفضل وبنختار اللي ما نتورث له هذا المرض الوراثي وبنرجع لنا رحملهم الحمد لله إحنا عمرنا تقريباً 18 شهر سجلنا أكثر من 32 ولادة وعندنا تقريباً 53 مرأة حامل نحن دولا كلهم عائلات في عندهم أردف لبيوت أطفال قد يكونوا اثنين أو أكثر في بيوت فيها خمسة عندهم أمراض وراثية ولكن الحمد لله يعني استطعنا بمساعدة الأطباء وتوفيق الله تعالى نحن ندخل السعادة على بيوت فيها طبعاً هون دور فعلياً دور علم الوراثة والفحوصات الجنية في حماية أطفالنا نتمنى السلامة لجميع أطفالنا وللعائلات الدكتور محمودة رزقات استشارة الوراثة الجزائية وعلم الجنية نشكر كل هذه المعلومات الطبية وكل جهودكم نتمنى السلامة للجميع دكتور شكراً جزيلاً شكراً على الاستبافة أهلاً بالعافية